أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل بمعالية المياه وتتريتمت ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة تعريف الطرق المستوضلة في معالية مياه الباحرة تقطير الأثر المتعدد تقطير الأثر المتعدد يتم تكسيف البخار لإنتاج المياه المحلاء وتتكرر هذه العملية باستمرار يعني الماء يبخر يكسر ونكرر هذه العملية يغلى الماء عند درجة حرارة مخافضة وتتعتبر ميزة عندما تغلى الماء عند درجة حرارة مخافضة هي عملية ممكن مغاراتها بالتبخير الوميضي طبعا ولكن إنتاجها قليل يعني إنتاجها أغل التبخير المويضي لاحظنا إنه له ميزات إنه إنتاجه على استخدام الطاقة المهدرة وأيضا درجة حرارة مخافضة فإذن هنا واحدة من ميزات التبخير الوميضي المسف المسف تحمل هذه ولكن السلبية أنه إنتاجها قليل هذه الطريقة تتميز باستخدام الحرارة بكفاءة عالية وتشغيل مخافض التكاليف أي لا تستهلك الحرارة كثيرا والتشغيل يكون مخافض التكاليف هذه أحد ميزات هذه الطريقة ونلاحظ هنا ماء البحر هنا ماء البحر الماء المغزي نغزي ماء البحر هنا ولاحظنا أنه البحر هنا البخار هنا نلاحظ أنه في ستيم داخل أو بخار حار يدخل هذا البخار بهذا الشكل ويتم تكسيف الماء ويرش الماء على البخار فيسخن الماء ويتبخر ويتكسف هنا يعني يكون في تكسيف بالنسبة لي هذا البخار ويدخل منه يطلع من البخار السخن ويتم تكسيف الماء فكلما كسف الماء يكون نجمع هذا وبهذا الشكل نجمع الفريش ووتر برودكت أو الماء العزب الماء العزب إذن يدخل ماء البحر ويرش بهذا الشكل على البخار فيسخن الماء عند دريد حرم وخفضة جدا ويتبخر ويكسف ويتجمع هذا التكسيف في مراحل وتعاد تكرر هذه العملية لو ملاحظين العملية هنا واحد واثنين وثلاثة بنفس الطريقة أو عمليات متشابهة وفي الأخير نجمع البراين ديس شارج أو النفايات المالحة جدا النفايات المالحة جدا أو الماء المالح جدا البراين ديس شارج أو الويست ووتر فهذه الطريقة تستخدم درجة حرارة مخفضة وهذه أحد ميزات وهو تكاليفها أيضا مخفضة ولكن إنتاجها أغل إذا غيرناها بالميلت ستيتش فلاش الأم اس ايف ونواصل الشرح في مقاطع قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر